دلوقتي نشرح RC circuit في DC نحن معينا نعمل نفس الحاجات بالضبط اللي عملناها في RL circuit الفرق بس ان احنا في RL circuit اشتغلنا على على current اللي بيحصل تغير في الملف هو current فهو اللي بيعمل transient لكن في الكباستور اللي هيحصل له تغير هو voltage فهو اللي بيعمل transient فهنعمل نفس الموضوع هنعمل voltage low هنقول ان جهد البطارية بيساوي جهد المكاومة زائد جهد المكسف لو بصنا على الدائرة دي كده احنا معينا VR بيساوي RIC زائد VC IC بيساوي DV by DT في C زائد VCT في كده first order differential equation لما نعمل لها differentiation نفس اللي تلعب عليها في RL هيطلع علينا في RC بس تتفرق ان كانت في RL current في RC في RC هتبقى يبقى voltage فVC هتساوي V state state زائد V transient تمام؟ الموقع الذي هو جهد الجهد في كده ويكون constant مع ال time وفي معينا V transient هو بDK مع ال time تمام؟ تمام ان ال E هتتساوي ال V-State لكمة ال V-State بتاعتنا هي ال E تمام؟ تمام طيب لو حابا نفهمها اكتر منين ال V-State بتاعتي هي ال E نحن عندنا لمع ما يحصلش تغير في ال Voltage اللي واقع على الكاباستر هيحصل ان ال Current اللي هيبقى في الكاباستر بزير لان ال Current اللي ساوي cdv by dt فdv by dt تمام؟ فهيتصرها بالزبط واكتنه قبل السيركيت فمش هيعادي ديار في الدايرة فايبقى الفولت اللي عندي بس هو فولت الجهد البطارية فايبقى عند ال V-State هي اقومة البطارية احنا جابنا ال V-State عايزين نجاب ال V-Transit زي ما خربنا في ال R لان ال I-Transit بساوي A-E-U-T على Tau هنفل برضو لل V-Transit بساوي A-U-T والTau معانا بساوي R في C تمام؟ فهنا عود عن ال V-Transit كما زي فال V-C هيساوي V-State زائد A-E-U-T هنجيب ال A ازاي زي ما جبنا ال A في ال R اللي هنجيبها في ال RC برضو ان احنا بال Initial Condition نحو عند ال T في 0 كان الكاملة ال V بتاعنا بالانشيا الوالي بتاعتها كانت V-Node فهنشيل V-C ونحط V-Node وهنشيل T ونحط 0 فهنطلع لنا V-Node بساوي V-State زائد A فال A هيساوي V-State فهيدينا ان V-C يعني ساوي V-State لما نشيل A ونحط جامتها لما نشيل A دي ونحط بقيمة دي هيطلع علينا الشكل ده ممكن نحطها في فورمة تانية الشكل دي تمام؟ ممكن نحلها بطريقة تانية يعني نجيب V-Node بقيمة تانية وال V-State بقيمة تانية وال T-O بقيمة تانية بان احنا نجيب دي ونشتغل عليها بالظبط زي ما شرحت في ال RL هيطلع علينا الشكل النهائي ده هيطلع علينا ان D-E هي هي V-State وهيطلع علينا حاجة مضروبة في T1 على RC فإحنا عندنا تقول ان T على T وفي عند T1 هي بRC زي ما قلنا فال V-State هي كيمة البطارية والT1 هي R في C تمام؟ تمام لو جينا نجيب مراسمة كده عند T0 اهو عند T0 ده هيبقى 0 عند T0 ده هيبقى V-Node هيبقى عندنا الكيمة بتاعتنا V-Node هيوضل يزيد 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 لحد ما يوصل لستعدي State عند زمن خمسة تمام؟ في حالة خاصة لو V-Node بيسوي 0 هنشيل V-Node ونحطها 0 يعني لوشان ده بزيرة يبقى V معانا بالشكل ده بس تمام؟ تمام؟ لما نرسمها هنحطها عند T0 هيبقى ده بزيرو كله ونبدل نزيد برده لحد ما نوصل لل V-State عند زمن خمسة لكن ده حالة خاصة مش لازم يعني نحفظها نبقى عارفين لو عايز مثلا V-Node بزيرو نحطها الوزيرو طيب احنا كنا جمنا ال-V عايزين نجيب ال-Current لو عايزين نجيب ال-Current ال-I يساوي CdV by dd هنعمل ونضربها في C هتلع لنا الشكل ده طب لو عايزين نجيب ال-V-R هنقول E-V-C بتاعنا او هنضرب ال-R في ICD تمام؟ تمام فهيطلع لنا ال-V-R بالشكل ده كده لما نضرب ال-R في D هيطلع علينا V-C-C-V-Node في E أسالة بتاعتها وهنا قلنا ان V-C-C أصلا بE فهيطلع علينا ال-V-R بسوي E -V-Node في E أسالة بتاعتها فعندنا احنا خاصة لو ال-V-Node equal zero هيبقى معانا V-C-C بالشكل ده كده عند ال-V-C-C-C يبدو لحد ما يوصل لحالة ال-C-C وعندنا ال-I-C برضو عندي ال-T بزير هيبقى عندنا ال-I-E على R كما تبقى على ال-R عادي وهي يفضل لقيلة برضو لحد ما يوصل لزير فعندنا ال-V-R عندي ال-T بزير وعندنا ال-V-R ربقى على ال-R هو ال-E تمام؟ يبقى لقيلة برضو لحد ما يوصل لـ E0 كما تبقى ال-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C و الجزء ده اللي عملله تكامعه ده C constant فهيبقى الزلع قصة الجديد فهيبقى نص C V C square يعني نص C V C square طيب زي ما عملنا d energiasingly ال coil في حالة ال coil هنعمل discharging equation في حالة الcapacitor هنعمل نفس الموضوع برضو هنعمل كيلشف فولتج لو هنقول ان كيمة البطارية بيساوي الوهد اللي واقع على المقاومة زائد الوهد اللي واقع على المكسف بس احنا عندنا الوهد المقاومة بزيره فهنحطها بزيره عندنا ال Vr بR في I T زائد V C T عندنا بيساوي R في C D V body T ده ال current اللي بيبقى فيه الcapacitor هنعمل دي هكده هتبقى first order differential equation لما نعمل لها differentiation هنطلع علينا الدرحة اللي بتاعها ال V C بيساوي V C D زائد E 3 T على قطاعه لو حطينا عايزين نجيب V C D state هنحط V C by D T بزيره فهيطلع علينا ان V C D state بزيره تماما لان اصلا كده V C state V ساوي كمت البطارية في الوقت ما فيش بطارية كانت بزيره فهيبقى A B C بزيره فهيبقى V C state B zero فهيبقى عندنا كمتة V هتساوي A 3 تاعتها لان خلاص بديه بقيت الحتة دي كانت بقى B zero قبل ما اخنا عايزين نجيب A نعمل A نستطيع وعيش ال condition board عندي التيب zero كانت عايزين نجيب فهيبقى V نوت تعيطل علينا ال V C بيساوي V نوت في ايو الساعة تاعة عندي التيب zero كان ال V C بي نوت وكل ما نمشي حد ما نمسل حاجة V C بزيره يعني ايه بقى خلاص ال V C بزيره يعني الكل الانجيبقى كاباستر تفرغط وم بقاش نمر اي غيار في الدره ولا بقى عليه جهد تمام ما بقاش مشعون يعني وفي الحلقة دي برضو ال i هيساوي cdp.dt هنجيبقى هنفاضل دي نضربها فهيطل علينا ادي سورة ال i C عم ضيب zero كان بساوي ب نوت على R ومعزين ما نعدل حد ما نصر ال current zero طبعا عايزين نجيب ال V R هيساوي ساوي ساوي V C لانها مكان مجموعة بساوي zero فال V R هيساوي ساوي في V C ساوي i في الر هنضرب ب معابلة هنضرب ال i بس في الر فهنجيب ال V R ولو عاوزين نجيب ال V C هنضرب على سالف فعندها V R بيساوي ساوي VNOT هي أساوي ساوي ساوي على تيها طبعا هناخد المثال اول حاجة بيقول ذاك هبستر انيشي لانتشارج يعني V نوت معانا ب zero هنقفل المفتاح عند زمن T equals هنريد الفورم بتاعة V C وال IC و هنريد القرانة والفولتج عند زمن 5 ميلي ساوي عندنا عشان الاول اللي نشتغل عليها هنريدين نحولها الدايرة بسيطة زي اللي كنا بنشرع عليها وانو مطلعنا على القوانينها اللي هتعبارها عن بطرية و ملف و مكسف قصدي و مقاومة بطرية و مكسف فهنعمل ايه هنعمل هنعمل ايه هنعمل ايه هنجيب سيبنين ايكولفران سيركوت بين ايه و بيه هنطلع علينا بالشكل بك كده دايرا فيها البطارية باربعين فولت و ار سبنين بميتين اوم و الكسف اللي بتاعنا اهو فهن محتاجين نجيب ال V نوت وال V steady state و التاو عشان نعود في المعادلة بتاعتنا عندي فهنعمل ال R7 بميتين وال E 7040 زي ما جيبنا وال V نوت بيساوي زير عشان هو قد انيش E 70 بتاعتنا عادي باربعين فولتاو هنصور R 60 نهي بيتين في خمسين في عشرة سيبستة عشان دي بالميكروفراد فهنصور واحد من مية سكند هو عايز بقى ال time عند زمن خمسة من ميلي سكند يعني خمسة من الف سكند طيب احنا عندنا لو عوزنا نجيب ال time steady state هندرب ديه في خمسة هتبقى خمسة من مية سكند طيب ال time اللي هو عنده عايز ال current وال voltage يطلع وصل لل state state هنشوف لو اصغر من خمسة من مية فتمام لو اكبر فهو كده يوصل لحالة state state طيب خمسة من الف اصغر من خمسة من مية والاكبر لا اصغر طبعا فلسه موصلناش حالة state state فعادي هنعود بقى في المعدلات بجاعتنا هنجيبكم ال V C ده كده كان في حالة اللي سي ترجمة نانسي قنقر